كنز معرفي وتكنولوجي يحول الآمال إلى واقع ويشبع نهم سوق العمل للكفاءات ويدفع الصناعة المصرية وسوق الخدمات إلى أفاق المنافسة العالمية إنها المدارس التكنولوجية والتطبيقية التي أعلنت عنها وزارة التعليم وتستعد لقبول الطلبة خلال العام الدراسي المنتظر تقوم فلسفة المدارس على الشراكة بين رجال الصناعة وبين الدولة من أجل تأهيل خريج قادر على التعامل مع سوق العمل في مصر وخارجها بدأت التجربة عام 2018 بثلاث مدارس زادت في العام التالي إلى إحدى عشرة مدرسة ووصل عددها الآن إلى قرابة الأربعين تنتشر في ربوع مصر كلها من بين هذه المدارس ما يغتص بالتكنولوجيا التطبيقية في صناعات السيارات والأجهزة الكهربية والكابلات ومنها ما يخص الفندقة والخدمات وتراعي المعايير العالمية في القبول وطرق التدريس والدأليل أهلا بحضراتكم بصوا بقى دلوقتي إحنا طلبنا عشر داق زيادة على وقت البرنامج خمسة كده في الجدعانة وخمسة تانين أنا أميل فيهم على كريم رمزي علشان يبقى إيه كده مع أنا عشر داق زيادة على المعايير أنا مش هرغي إحنا عندنا ملف أنا واحد من الناس طول عمري بالمناسبة مقتنع إنه ملف التعليم الفني المصري دا لو اتعامل بالمظبوط إحنا نحقق قفزات من اللي بيتكلم عليها رئيس الجمهورية ألمانيا علشان تبقى ألمانيا عملت كده عشان تبقى فيهم طي مين اللي مسؤول عن هذا الملف دكتور عمر بصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني في تعليم مصر في وظلات التربية والتعليم منورنا فن أهلا فاني شكرا إزاي الصح الحمد لله فاني إيه اللي بيحصل في التعليم الفني في مصر أنا عمال بشوف مدارس عمرنا ما سمعنا عنها قبل كده ونمط تاني وشكل تاني وطرق تعليم تانية حاجة حتىك لسه بتقولي المدارس دي تخرج شبان في بعض الأحوال يشتغل الساعة بمية وخمسين دولار فقلتلك طب أنا عايز أخش للمدرسة أنا ساعتي ما تكملش خمسين دولار ولا عشرة دولار والله طب حارتك تسمح لي بقى تاني وخدنا عشرة ده زيادة نحكي الحكاية من الأول هو أصلا إيه الأبجيكتف بتاع الناس إيه الهدف الرئيسي للناس من وراء تعليم الولاد خلينا نبقى صارحين ونصارح أنفسنا بالحقيقة حقيقة نحن عايزين ولادنا وبناتنا نشوفهم في وضع مادي ومجتمعي جيد اعتقاد الكل أو الغالبية العامة أنه الشهادة هي المسوغ لهذا لم يعد في سوق العمل لا المصري ولا العالمي أن تكون الشهادة مسوغة لتعين سيادتك في أي حاجة المهم حضرتك بتعرف تعمل إيه قدراتك كده كويس قدراتك إيه فدي أول حاجة لازم نؤمن بها تاني حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلق البشر كلهم ولاد وبنات في الأول ولد في سن سغيرة جدا بيبدأ يتحسس كل حاجة أول حاجة بيعرفها بقه بعد كده إيده أول ما بيكتشف إيده بيبدأ يتلمس الأشياء ويستكشفها إذا ربنا سبحانه وتعالى حط في معظم البشر مهارات يدوية معينة يجب على حضرتك كوالية أمر أن أنت تكتشفها في ابنك أو بنتك وتعرف إزاي تناميها وتساعدوا على الإبداع فيها حسنا لو حطينا الجزئين دولة على بعض هنعرف أن التعليم الفني في كل دول العالم المتقدم هو النسبة الأكبر من الولاد اللي بيلتحقوا بيه يعني في ألمانيا 80% في اليابان 75% انجلترا أمريكا وهكذا ونسبة الأكبر فرصة تشغيل بالتأكيد لأنه هم بيكتشفوا أو بيحاول يكتشفوا المهارات اللي ربنا سبحانه وتعالى حباها في أولادهم وبناتهم في سنة ومبكرة وبالتالي يعرفوا يوجهوهم في الحاجة اللي هم بيحبوا كده كويس وبالتالي إحنا بدأنا فكرة تطوير التعليم الفني لدع الخد في استراتيجية طويلة من خمس محاور أساسية عشان نطور التعليم الفني أساسها المشاركة مع القطاع الخاص حل في وضع تصور عن ما هي المهن الموجودة حاليا اللي المفروض تبقى هي دي اللي منزق فيها الخارجين وكمان في الخمس عشر سنين الجايين هي المهن المستقبلية اللي ممكن تظهر في السوق الحاجة اللي هي وبالتالي نوجه ولادنا عنها الحاجة التانية إزاي نبني مناهج قائمة على حكاية الجدرات اللي هي الحاجات دلوقتي بقيت الناس فهمها عشان القطاع الخاص يشارك في بناء هذه المناهج عشان هو المستفيد الأكبر من الخارجين اللي احنا منطلع له بعد كده بدأنا نشوف إزاي نقدر نوصل للولاد ده إن شاء الله في المستقبل القريب هم موجود زي كتالوج يقدر الولد في سن مبكرة جدا في المرحلة الاعدادية تفرج عليه ويشوف المهنة دي أو هو شايف نفسه بيحب الحاجة دي طبعا بالإضافة لمجموعة من الاختبارات اللي الولد بيمر بيها أو الولد أو البنت كلهم ولادنا بيمر بيها عشان يلتحق بأحد المدارس التكنولوجية التطبيقية المدارس دي هم مدارتي 38 مدرسة احنا بدأنا سنة 2018 بتلت مدارس النهاردة هم 38 مدرسة كانت في 2018 التلاتة واحدة في المنوفية واثنين في القاهرة النهاردة عندنا 38 مدرسة في 11 محافظة مختلفة في كل تقريبا القطاعات الاقتصادية لأن احنا يهمنا أن كل محافظة نحط فيها المدارس التكنولوجية الداعمة للنشاط الاقتصادي الأساسي الموجود في هذه المحافظة عشان احنا بنخدم فوق سوق العمل زي ما احنا اتفقنا فحضرتك عندنا في مجال البترول عندنا حقل ظهر اه عامين اه مدرسة باسم مدرسة الظهر التكنولوجية التطبيقية اللي حضرتك اشارت عليها في محافظة برسعيد عندنا في مجال الزراعة موجودة عندنا الصراحية وريادة عندنا والنهر الخير عندنا في مجال اي تي عندنا مع اي بي ام وعندنا مع شركة دول في مجال طبعا البرمجيات وفي مجال الزكاء الصناعي عندنا في مجال الطاقة الجديدة هاناigg curso مدرسة فنية في مجال البرمجيات والزكاء الصناعي ها عشان هو دا المستقبل اللي جاي ها عندنا حضرتك في مجال الحلية مجاهرات. عندنا في اه اه مجال الفندق. عندنا في اه اه مش عايز انسى حاجة يعني اه اه عندنا في اه مجالات في مجالات الاتصالات. الاتصالات. اه. كده كويس. فاذا كل المجالات الاقتصادية اللي هي اه الاكثر جذبا للولاد والبنات هتلاقي حضرتك موجود عندنا. مجال السيارات مثلا مجالات اللي احنا عاملين فيها تلات اربع مدارس مع شركات مختلفة. الشيء الجايد انه حضرتك بتلاقي انه البنات موجودين في 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 ميكانيكا السيارات. اه. ومتميزات. في هزا المجال. خباحاتك. فاحنا يعني اه اه المجال مفتوح لكل ولادنا وبناتنا المهم هو او هي بتحب ايه? هو موهوب في ايه? طيب. ده كلام حلو اه. هيجي بقى سؤال طبعا انا هروح لفاصل. عايز بعد الفاصل نحاول نفهم. طب ايه اللي يفرق التمانية وتلاتين مدرسة عن بقية المدارس. دي حاجة. الحاجة التانية. انا عندي اظن الف وشوية مدرسة تعليم فاني من بتوع الزمان. انا امتى هقدر اعمل الريبليسمان ده? لا. ريبليسمان تعمل بيقول بطل وتكلم مجليزي في الكلام. امتى اقدر اعمل هذا الاستبهال? هتغير. هتغير. فتصبح كل مدارسي زي التمانية وتلاتين مدرسة دول. وهقول لكم بالمناسبة المدارس دي بتعلم واتفهم وبتعلم لغات. دي حاجة عظمة يعني. فاصل. ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور عمر بصيلة. استنونا لو سمحك. السيدات والسادة الكرام دكتور عمر بصيلة رئيس الادارة المركزية للتعليم الفني في وزارة التربية والتعليم. هو ضفنة العزيز داخل لستوديو النهاردة. احنا هنا بنتكلم على حاجة ما هياش بالمناسبة المدارس دي مش بفلوس. بس الشاطر بقى اللي يعرف يلتحق. فيها وسطة? لا ما فيهاش. حلو? خالص هو انت تنفع ولا ما تنفعش? فانا نصحتي خلي ابنك ينفع. هنا بقى هرجع دكتور عمرو ارحب بيك مرة تانية. المدارس دي تمانية وتلاتين. طيب يا ترى هل ترى انا هاعرف امتى اخلي الالف وشوية مدرسة بتوعي بتوع زمان يبقوا زي الثمانية وتلاتين. يعني يبقى عندي الف وشوية مدرسة من النوع ده. اه طبعا ده حاجة يعني معتمدة على كذا عامل. مي? القطاع الخاص في المقام الاول هيقدر اه يفهم ويتفاهم الفكرة دي. لانه هو ده. طبعا ده على مبدأ المكسب المشترك. لانه النهاردة واحد زي العربي مثلا. اه. يعمل هزي المدرسة. مدرسة الفنون. الله رحمه رب الله رحمه رب. يمد الصحة لولاده. لولاده اه. ازاي الفل. ناس ممتازين في في رعاية المدرسة. الناس دي بتعمل كده لانه هو محتاج يعني خط الانتاج اللي اللي ساعته بتوقف بمئات الالاف من الجنيهات. اللي بيقاف عامل. مم. فهو النهاردة كل اللي حضرتك بتصرفه في 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 هذا المجال بيعود على حضرتك اضعاف مضعفة في الانتاجات بتاعته. طبعا. ندي مسال صغير كل الناس بتفهمه. كل الناس في مصر بتفهم في مجال مأولاد. او يعني العقار بيحبوا يفهموا فيه. الاحصائيات ان في مصر من عشرين لخمسة عشرين في المية بيبقى خسار نتيجة عدم كفاءة العمل اللي شغال في المنشأ. مم. طب لو ضربنا مسال بال بالمشروعات الميجة اللي الدولة المصرية بتعملها. العصب نقدرها يقال من استثمارات المبدئية في مجال الكونستركشن ستوميت مليار جنيه. احسب بقى حضرتك عشرين في المية منهم كم? طب انا عايز نصوها مع عشرة في المية بس. مم. دول يصالحوا لي تعليم كله في مصر. مش تعليم الفني بس. مم. لو حضرتك بس صرفت نص الويست اللي حضرتك بيروح منك نتيجة عدم كفاءة العمالة اللي موجودة. ده يصلح لك المنظومة كلها. فهو ده اجابة السؤال بتحضرتك. وكل قصة انا لو مستثمر اعمل الحسبة بتاعتي. بالزبط. وانا عايزة حسبة. عدم الكفاءة والدقة بيكلفني قد ايه. طب انا هحط الفلوس دي في التعليم الفني. فهتجيب لي قدها تلات اربع مرات. عشر مرات. عشر مرات. بجد? اه طبعا. لانه ازاي بقول حضرتك كده. نص هو هو عشان يصرف. هو يصرف نص الويست بتاعه في مدرسة هتكفير العمر كله. مم. مش في المشروع ده بس. صح. واخبار حضرتك. فانا بقول ان اجمال المشروعات اللي في العاصمة الادارية بس يصلحوا لي التعليم الفني. مم. لانه احنا مسلا بنتكلم على التاورز الموجود. هو الفني اللي هيصلح الاسنصير الموجود في التاورز ده هو نفس الفني اللي بيفض في الاسنصيرات العادية بالتأكيد مختلف. ولو تقنية البناء الجديدة زي تات زمان. خالص. وعيب اوي ان احنا نقول ان في صناعية جايين من بره عشان آآ آآ يبنولنا او يعلمونا ازاي نبني. عيب اوي ان احنا بيجيب ناس من الفار ايست من بنجلاديش وتايلند وكزا. غير بقى الظهار الغريب اللي بنشوفها في المجتمع المصري. الناس اللي بتعمل نظافة في في المولات وفي البيوت وغيره من جنسات غير مصرية. مم. لأ في تخصصات علمية حاجة اسمها هاوسكيبنج. ازاي نعمل التخصص ده بطريقة علمية وناخد الناس. طيب احنا عندنا مشكلة طول عمرنا في حكات التعليم الفني. في عندنا توجهين من التفكير. توجه اول لو ما جابتش مجموع كبير في الاعدادية مش هتخش سنة ويعام وكده هتخش فني ورحبو عملو كده اهو. وفي التوجه التاني بقى ده توجه اجتماعي. بتاع ايه ده? هو خريج مدرسة فني? طيب خلينا نرد حدك على التجاوزين بسرعة جدا. اول حاجة انا عندي في مدرسة تطبيقية لحد الادنى اصلا تمانين في المائة. انا عندي اخر ولد. جاب على القلل تمانين في المائة في الاعدادية. مينموم. وفي بعض من ده استشترت انه جاب فوق تسعين في المائة في في الانجلس. العلوم واللغة الانجليزية. كويس? اه. مش كده بس. انا عندي الاخر ولد جاب متين سبعة وصوارين متين وتمانين. يعني جاب تسع وصوارين في المائة. الله اه اه. وداخل عندي. عندي ولد كان في ودخل عندي. لا. اه والله? بدل الشهادة البريطاني داخل. سابها ودخل اه. اه. عندي حاجة تانية مهمة جدا. اللي هي ما يسمى بالنظرة المجتمعية لخارج التعليم. الفاني. انا حاسس انه بعد كده هيكمل يخش على ام اي تي كال تاك ناوي يعني. اه هو حارتك اه ايلون ماسك اه بيل جيتس الناس دي اصلا ما كلهم خارجين نفس المنظومة دي. فحارتك المهم من الولد احنا بننمي فيه كمان ريادة الاعمال. احنا بندي له المادة دي وبندي له مهارات اتصال عشان يطلع عنده ثقة بنفسه ويقدر هو يعمل المشروع بتاعه. احنا فخورين ببننا. في المنظور الاجتماعي. نيجي بقى المنظور الاجتماعي لحد اكل التعليم. فيه عندنا عشان نجيب يعني بالمواطنة قوام الاخر. اه العقدة بتاعة اشهادة العليا. اه. الدولة عملت جماعات التكنولوجية الجديدة. ففيه سياسة لجمهورية مصر العربية الجمهورية الجديدة متكاملة ما بين وزارة هي التربية والتعليم والتعليم العالي. اللي بيتخرج من المدارس دي كل المدارس الفنية مش دي بس. عنده القدرة ان هو يلتحق بيه الجامعة التكنولوجية عشان ياخد باكاليوز تكنولوجي متخصص في مجاله. وبالتالي حالينا القصة بتاعة الجواز دي والعقدة المجتمعية اللي حاليا بتتكلم عليه. كده كويش. حلو. اه. فهي خطة متكاملة مقصود بيها ان ولادنا يبدعه. الولد طول ما هو بيدرس حاجة. هو مش حبيبها. ومش حاسس بيها. عمره ما هتفوق ولا هيصل. اه الهدف اللي الاب والام بيدفعوه دفعا من اجل تحقيق لا شيء. هو عاوز يتعلم تقنيات زراعة. عاوز تقنيات اتصال. عاوز يتعلم تقنيات بترول. عاوز تقنيات بناء وعمارة. بيحبها. سيبه. هيبدع وهيطلع حاجات. اه حضرتك لا يمكن تتخيلن دي تطلع من ابنك او بنتك. اه. فاحنا بنسعى في المدارس دي لبناء كامل لشخصية الولد والبنت. بياخد علوم. بياخد سكيلز. اه بياخد علوم. بياخد المهارة اللي هي الصنعة نفسها. مم. بياخد آآ آآ. اه. سلوكيات واخباحتك. وبنبني له الشخصية آآ آآ. اabus ما قلت ان هو بنيد له جزء مريات لأعمال مهارات لاتصال. عشان الولد يبقى عنده الطموح. انه هو ينمو و و و و ويعمل حاجة في في خارج الايه الالطار الطبيعي والرتيب while zomla اللي بيلتحقوا بالنوايات الاخرى من التعالي. و. و انا اظهر صحيح لو انا غلطان. ده كده يشتغل جوه أو بره احنا عندنا اتفاقات قريدي مع بعض الدول زي ألمانيا وإيطاليا انه ولادنا اللي هتفوق هنا وبنعلمهم اللغات وبنعلمهم حاجة عشان نغاطي الجاب المجتمعي ما بينه وما بين المجتمعات الأولوجية وعندنا لابد يكون فيه اعتماد دولي لولادنا اللي في المدنسة تلكولوجيا التطبيقية وبالتالي الفرصة مفتوحة انه يلتحق بموسمة جامعات تكنولوجيا بره اللي هي البولي تيكنيك الجامعات دي موجودة اللي هي نظير الجامعات تكنولوجيا المصرية ويبدأ يخش الأول سؤول العمل لأنه كل الناس زي ما حتك عالم في العالم الغربي بتعمل كده الولاد بيخلص السنة والفني يشتغل وهو بيشتغل بيدرس وبيدرس في المجال يعدد عمله لأنه عايز يبقى ال سي او بتاع الشركة بتاعته رئيس التنفيذي فهو النهاردة شغل مجرد فني على خط انتاج بكرة يبقى بعد ما يدرس سنتين بيبقى رئيس خط انتاج بعد كده سنتين كمان يبدأ يخش في الإدارة ويعمل مجلسيار ويعمل دكتوراه ويبقى المدير هو مدير ترفيزي هو لا؟ وارد مش وارد ده موجود احنا عندنا مثال عندنا واحد من خريج التعليم الفني مدير لفندق في سويسرا حاليا فالنماذج النجاحة موجودة دايما بس احنا نشجع ولادنا ونعدد فرصهم في انهم يستغلوا مهاراتهم ربنا سبحانه وتعالى حد طيب العشرة ده ازيادة اللي انا خدتهم خلصوا بس انا ممكن اروح خطف دقيقة كده وهمايل فيها على كريم قبل ما يخش في دقيقة دكتور النهاردة دكتور عامر بصيل لو عاوز يتكلم على التعليم الفني في كابسولة واحدة تلات اربع جمل يشجع بيها الولاد واهليهم اولا ان هم يدخلوا بقولهم انه المستقبل كله ملكك انت انت اللي بتصنع مستقبلك بنفسك اولا تخير الحاجة اللي انت بتحبها عشان تقدر تبدع فيها ثانيا اعرف انه كل الفرص متاحة لك في مستقبلك اللي عايز يطلع في السنوات العامة عشان يخش كلها انت تخش كلها اللي يفاكر انه يعرف في سفر برة انت فرصتك في السفر برة اعلى لان سوء العالم الخارجي محتاج النوعية دي اكتر من نوعية النظرية وحدك تقدر تسأل الناس اللي خدت مجلسية الدكتوراه في دول غربية كتيرة جدا ممكن يبقى لهمش فرص عمل وبيرجعوا بساعداتهم دي عشان يشتغلوا في مصر تاني لكن المستقبل انت اللي بتصنعه بايدك تبقى لطموحك وقدراتك مش تبقى لحاجة تاني دكتور نورت وشرفت واسعتني سعادة غامرة بالغة وده بجد حقيقي يعني لان انا من اكتر الناس اللي مؤمنين بالفكرة دي اشكرك جدا يا دكتور نورت وشرفت ولازم هنتقابل تاني وهنروح ونزور مدارس ونصور عنها تقارير ومرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد ما الناس تفهم كل الشكر للدكتور عمرو مصير رئيس الادارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم خد مني كلمتين في السريع جدا من غير مطول عشان كريم يلحق يدخل مش لازم كل الناس تبقى مهمومة بان انا عايز اتخرج من الجامعة وعمل ماجستير وعمل دكتوراه مولانا برا مفيش طبقية خالص في اي شكل من اشكال كسب لقمة العيش ده واحد اتنين التكنيشن التقني اللي موجود في المصانع بتاعت برا دي بيعملوه معاملة رئيس حكومة طالما شاطر خلي بالك التقني ده موجود في مصنع العربيات والطيارات والسواريخ ومش بالضرورة يكون خريج جامعة ولا حاجة هو خريج مدرسة تقنية خلصت الحلقة ثواني هتلاقي كريم انا امميل عليك يا كريم هتلاقي كريم جايقان هنا هو بقى ويبدأ فيه رقم عشرة يفصل لنا تفصيلا ماذا يحدث في الاهلي بعد مسماني وماذا يحدث في المنتخب بعد ايهاب جلال يعني مثلا على كل حال نقملكم اقرأ ان شاء الله وبرنامجكم التسعة اشتركوا في القناة